الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بلا آخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بلا آخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم لخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهلي إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رأيها تهتز كأنها جاء عنه ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على أواد النمل قالت نملة يا أيها الناس علمنا منطق الطير أدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أنشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترطا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لينا أرى الهدهد أم كأن من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبع من بنبئي يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكادبين اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون ترجمة نانسي قنقر